قتل ما لا يقل عن 33 سجينا من أقوى عصابات المخدرات في أحد سجون شمال البرازيل بعد أيام من موت 56 آخرين حلال أغمال شغب وقعت في سجن في ولاية مجاورة قال مسؤولون محليون إن مجموعة من السجناء تمكنوا من كسر أقفال الزنازين في ساعات الصباح الأولى واقتحموا جناحا مستقلا في المبنى الذي يقع في مدينة بوافيستا وقابوا بقتل النزلاء وقطع رؤوس معظمهم وتمثيل بجثثهم انتقاما من مذبحة حصلت لزملائهم بسجن آخر على خلفية حرب عصابات للسيطرة على سوق المخدرات